اهلا بكم انا يوسف نوفل والنهاردة هنتكلم عن الفورلوب اول حاجة احنا عندنا تلات انواع من اللوبس الفور والويل والدو والويل فمثلا لو انا عايز اطبع زي الاوت اللي انت شايفه هاي اربع مرات فلازم اكتب هاي اربع مرات الحل قال لك ان احنا نعمل حاجة اسمها لوب هي اديها زي عدات كده اقول له انت هتشتغل كم مرة او عايزك تنفز الامر اللي تحتك او مجموعة الاوامر اللي تحتك كم مرة فخلونا نبتدي بالفورلوب اول حاجة نعرف ازده بتكدك فور تبتح قوس والانشيليزيزيشن لها البداية سيمي كولوم وبعد كده الكنديشن والانكريز او الدكريز يعني الخطوة بتاعتك الشرط ده هو طول ما هو متحقق اللوب دي شغاله بعد كده الامر اللي انت عايزه يتكرر يفرد ان انا عايز اخلي اللوب تشتغل اربع مرات من واحد اثنين ثلاثة لغاية اربعة فقال لك اكتبها ازده اول حاجة اللي انا محتاجة اعرفه ان البداية بتاعتي والنهاية وانا كل مرة هزود العدات بتاعي ده بكام فانا قلت فور انت اكس بتساوي واحد سيمي كولوم الشرط بتاعي ان طول ما ال اكس اصغر او بتساوي اربعة وبعد كده سيمي كولوم وقلت له زود لي الخطوة بتاعتي انا عايزها بواحد او ممكن اكتبها فور انت اكس بتساوي واحد سيمي كولوم اكس اصغر من او بتساوي اربعة وبعد كده اكس بلاس ايقوال وان او بدل اكس بلاس ايقوال وان تبقى اكس ايقوال اكس بلاس وان او بلاس بلاس اكس بدل اكس بلاس بلاس الكذا طريقة اللي انا كتبها دول بيطلعوا لي نفس الاوبود ونفس العدات هتلاقينا انا كتب لك اكس هتبقى مرة بواحد ومرة باتنين ومرة بتلاتة ومرة باربعة ومرة بخمسة بس الشرط بتاعي لغاية كم لغاية اكس اصغر او بتساوي اربعة فبالتالي خمسة ما تنفعش يتحقق فيها او تشتغل اللوب دي فبيخرج برا اللوب ينفذ اي حاجة جاية وراءها واخد بالك الشرط اللي انا كتبه اللي هو اكس اصغر او بتساوي اربعة ممكن اكتبه اكس اصغر من خمسة هي هي نفس المعنى يا اما اكس اصغر او بتساوي اربعة يا اما اكس اصغر من خمسة تعالى نكتب كود عشان نثبت ان الاربع طرق دول يمروا بأكس بواحد و اكس باتنين و اكس بثلاثة و اكس باربع فاول مره انا كتب فور انت اكس اعرفت اكس وقدتها بقيمة ابتدائية اللي هي واحد وبعدين قلت ان الاربع اصغر او بتساوي اربعة وقلت اكس بلاس بلاس وبعدين كتبت جوه الفورلوب دي سي اوت اكس قيمة اكس وبعدين تلات مقعد فاول حاجة هتطلع اكس اللي هي بواحد وبعدين تلات مقعد لان الان كمبيوتر من اجource هل اكس بواحد هل اكس اصغر ابتراه او بتساوي اربعة هل واحد اصغر او بتساوي اربعة ايوا 윤عن الاربعات مقعدة اكس و wears جدي بتساوي اكس بعد بعد كده بعض الانان سي تغيير اعدة اكس ثلاثة اصغر او بتساوي اربعة يست убийزي او اكس بلاس اراه اوب هل تساوي اربعة ايفا فيضبع اعتبع اكس ثلاثة او تبع اكون ق percent وبعدين نفس الكلام لثلاتة ونفس الكلام يتنفذ الاربعة لغاية ما يجي الخمسة يقولك لا ما ينفعش وبعد كده يطلع بره اللوب وبعد كده ينفذ امر تي اوت بتاع اند لاين وينزل سطر عشان يدخل على الاوامر اللي جاية وراها ونفس الكلام في اللوب اللي جاية وراها لسه أنا كل اللي غيرته شكل تزويد او شكل الاستيب اللي هي الخانة التالتة في الفورلوك فبالتالي هيطلع نفس النتيجة نفترض بقى انك عايز تعمل اكتر من امر جوه الفورلوك عايز تكرر اكتر من امر مش امر واحد زي هنا سي اوت اكس وثلاث نقط و سي اوت الهاي لو انا كتبتها كده هيتلع لي واحد تلاث نقط اثنين ثلاثة اربعة وهي مرة واحدة طيب ازاي خليهم الاثنين يتكرروا نفس كده اللي اتكلمنا عليه في الاف كونديشن لو عندك اكتر من امر محتاجين كيرلي براكت تحضن بي الاوامر اللي انت عايز تفهم الكمبيوتر يا كمبيوتر الاوامر دي انا عايزها تتكرر في الفورلوك اللي انا شغال فيها دلوقت فساعتها هتلاقي ان اكس والثلاث نقط وهي بيتكرروا اربع مرات طيب انا ما ينفعش الستيب بتاعتي تبقى اخير واحد لا انا ينفع اي حاجة فانا هنا اعملها اثنين لي عشان كنت عايز اطبع الارقام الفردية فاول مرة الاكسب واحد هيتبحالي بعد كده يطلع يزود اثنين بقت واحد بدل ما بقت واحد بقت ثلاثة طيب هل ثلاثة اصغر او قد اربعة ايوة فيتبحه بعد كده يرجع تاني ويزود اثنين الثلاثة زائد اثنين بتتسوي خمسة هل خمسة اصغر او بتتوي اربعة لا فساعدت هي يخرج بره اللوك ونفس الكلام لو عايز اطبع الارقام الزواجية بس ابتديت من اثنين وكل مرة بزود اثنين وثي اوت الاكسب ونفس اللي انا اتكلمنا فيه المرة الفترة شكرا